لقاء قمة الدوري الموريتاني أو كلاسيكو موريتانيا كما تطلق عليه جماهير الفريقين تفرغ زينة وأفسن وذبو ناديان كبيران في الدوري الموريتاني وخصمان لدودان على الميدان رئيسان لكل منهما شأنه يشتركان في حب لعبة كرة القدمي ويتقاسمان كل شيء إلا النقاط والبطولات ويفترقني بعد ذلك كل يمضي إلى حاله لا هذا تربطه علاقة وطيدة بهذا ولا هذا أيضا يتصارعان على بطولة الدوري الموريتاني على مسافة بعيدة عن باقي الفرق هذا يتربع فريقه على صدارة الدوري الموريتاني وعلى بعد ثلاث جولات من التتويش بينما هذا يقف فريقه على بعد ثلاث نقاط عن هذا بعد الخسارة الأخيرة في عقر داري أما هذا اللقاء فقد اعتزل قبله هذا الحكم الدولي بأسابعه ورفض تحكيمه أيضا هذا الحكم الدولي الآخر فوقع الاختيار على هذا لكنه لا يحمل الإشارة الدولية فكان اللقاء أكبر منه حجما طيلة التسعين دقيقة ولو أنه حاول بما أتي من قوة لكن يرى كثيرون أنه أنهى اللقاء بشرف المحاولة فقط وحين انتهى اللقاء بفوس الندي البلدي بهدف دون رد خرج هذا اللاعب عن صمته وحاول الاعتداء على هذا فغابت بذلك الروح الرياضية عن اللقاء وبشكل عام بينما عانق العجوز بخبرته هذا الشاب التونسي وسره في أذنه أن التدريب في موليتانيا يحتاج صاحبه لخزان من الصبر والحيلة غادر المدرب التونسي بعد ذلك الملعب البلدي وأطلق أنصار نادي تفرق زين العنان لفرحتهم وهم خارج الديار وحين حل ظلام وطوية ملف قمة الدوري الموليتاني وتبينت ملامح البطولة جلس المدرب التونسي منفردا حائرا يفكر وبعمق هل ما زال متسع من الوقت للانقضاض على كأس البطولة وهل فعلا لن أتوج بأول بطولة في مسارة التدريبية يجيبه هذا الشيخ لكن في هدوء وصمت